حرب نفسية بتقوم بيها الدولة الأسيوبية لترويج أكاذيد مفادها إن مصر ضد التنمية في أفريقيا بشكل عام وفي أسيوبيا بشكل خاص لكن الكلام ده عار تماماً عن الصحة لأن مصر وقفت جنب أفريقيا في كل الأوقات وفي كل الظروف ودعمتها في سد جيوليوس نيراري في تنزانيا وسد واو في جنوب السودان وسد إنجا في الكونغو وغيرها من السدود اللي كان لمصر دور في دعمها وتمويلها لكن النيل قضية حياة أو موت لمصر ولمصريين ولمزيد من التفاصيل تابعوا حلقتنا في برنامج إن أفريكا مساء الخير عليكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج إن أفريكا حلقتنا النهاردة مختلفة شوية لأننا بنخطف فيها الرأي العام الإسيوبي والرأي العام الإسريقي بشكل عام عشان كده كنا حرصين إن حلقتنا تكون مدرجمة حلقتنا هو الدور حوالي سؤال وهو هل طفق مصر ضد التنمية في الدول الإفريقية بشكل عام وفي إسيوبيا بشكل خاص وهل مصر أصلا معترضة على فكرة إنشاء السدود على نهر النيل الكلام ده بيتم الترديد ويتم الترويج إليه في إطار ما يطلق علي الحرب المنفسية اللي بيقول ديها الحكومة الإسيوبية واللي بتحاول إنها تصدر الكلام ده للشعب الإسيوبي زي ما شفنا من ثواني في التقارير اللي عرضناه في جايد الحلقة بتحنا خلال الحلقة دي هنحاول نجاوب على السؤال ده ويعايزين كل اللي بيتابعنا سياء كان في مصر أو من خارج مصر من إسيوبيا من السودان من أي دولة يشارك معنا ويقول لنا رأيه حتى لو كان رأيه مخالف للكلال اللي هنقول تعالوا نتكلم بيه المنطق وبيه المعلومات والحقائق ونشوف مدى دعمة مشتورة للتنمية في الدولة الإسيوبيا تعالوا بقى نبتدي من الإسيوبيا تخيلوا معايا كده إن مصر وقت على إنشاء خمس سدود في الدولة الإسيوبية طبعا معلومة غريبة ناس كتيرا جدا يعني متعرفهاش سواء في إسيوبيا أو حتى بعض المصريين مصر وجدت إن ممكن بعض السدود يتم لو تم إنشاءها وعليها بعض المخاطر بس ممكن مصر تتحمل هذه التبعات في مقابل إن إخواتنا في إسيوبيا يكون عندهم التنمية ويكون عندهم طاقة ده مش كلامي ده كلام وزير الرأي والموردة البقية دكتور محمد عبد العاطي وكمان ده كان كلام في حوار صفحة فيه وهنا أعرض له فيديو في حوار الفيزيوني بيتكلم على الهزئية الخاصة بإنشاء السدود الإسيوبية وعدم معارضة مصر وهو أفقتها في سبيل بعد التنمية داخل الدول الإسيوبية تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع فيه يعني مثلا لما نقوله إن مصر مستحوذة على مية النيل كلام ده غلط ده إسيوبيا لما عملت سدت كيزي مخزينة فيه عشرة مليار متر مكاعدة وهو دوت مش من إراد نهر النيل لما بوحير التاني بقى متخزن فيها 55 مليار متر مكاعدة وهو ده مش من إراد نهر النيل السد التاني بالإسلام بتحاول عليه 3 مليار متر مكاعدة وهو ده مش من إراد نهر النيل طبعا شفنا الفيديو شفنا سيدة الوزير بيتكلم عنه نقول إن الدكتور محمد عبد العاطي مش بيعبر على نفسه ده بيعبر على لسان الدولة المصرية بسواء كانت الحكومة الرسمية أو حتى الشعب المصري عمر ما فيه شخص مصري ممكن يعقارض على إن إخواتنا في إثيوبيا يكون عندهم تنمية ويكون عندهم طاقة قربائية طب السؤال ليه فيه اعتراض أو فيه بعض الخلاف على سد النظر؟ خلينا الجواب على السؤال ده بس آخر الحلقة ونسي إثيوبيا خالص ونروح نشوف دولة دنة نموذج تاني وهي دولة تنزينية مصر وضعت خبراتها وين وعدتها في الدولة التنزينية علشان تساعدها لبناء سد جيروس نيريري السد اللي بيعتبر حلم ليه الدولة التنزينية من فتنينة القرن الماضي السد اللي هيساهم فيه توليد طاقة كهربائية بتقدر بألفين نيجا وقت لا ده مش كده بس ده السد ده كمان هيساهم فيه توفير من صلاحة للشرب وهيحمي اخواتنا فيه تنزينية ملء فيوضنات وهيساهم فيه تغزين مياه لكل استخدامها في الزراعة وفي السيد هيدلنا حد كده محترم مصقف يقول لنا لا يا جماعة بباية السد اللي مصر بتتاهم فيه تنزينية ده الكلام ده بست قريب ومصر بتعمل كده علشان خاطر عايزة تصدر للعالم و للدول الافريقية انها مش ضد التنية في افريقيا طب احنا هتعالى بقى معانا يا شخص يا محترم يا مصقف وهناك بدك يروح بيك اوغاندا عام 1948 1948 مصر ساهمت فيه انشاء سد اويل بتكلفة بلغة مليون جريء استرليم مصر قدمتها ليه اوغاندا علشان تنشئ السد اويل طبعا مبلغ في وقته كان مبلغ كبير جدا لا ده كمان الدولة المصرية وحرصها على ان الدولة الاوغاندية حتى يكون فيها طاقة كهربائية كبيرة قالت رفع بناء السد علشان خاطر يكون فيه طاقة كهربائية اكتر يستفاد بها الشعب الاوغاندي نسيب تنزانيا نسيب اسيوبيا نسيب اوغاندا وتعالوا نروح لدولة الكنغو بولة الكنغو وستد انجا استد الدولة المصرية هتشارك فيه مراحل بناء والفترة اللي جاية نسيبوك كونغو تعالوا نروح جربه السودان وستد دولة المصرية برضو هتستاهم فيه انشاؤه مع دولة الدولة السودان والستد ده بيخدم اكتر من 500 الف نسمة فيه منطاق السد اللي هي نطاق سكان واوغ والستد ده ليله ميادات كتيرة برضو من فكرة انه هو هيوفر مياه صلاحها للشورد نروح السودان وعندنا بقى في السودان ممكن نتكلم على السدود اللي موجودة في السودان واللي تم بناءها يعني نريد نتكلم حلقات وحلقات عندنا ساد بجابة الاولياء اللي عليها قصة تاريخية كبيرة بس عشان ما ندخلش التفرعات ممكن نبقى نتكلم عنه في حلقاتنا وزدود كتيرة ده لن تم بناءها في دولة السودان كل السودان دي يا جماعة الدولة المصرية لم تعترض على بناءها بل بالعكس الدولة المصرية قدمت دعم في معظم هذه السودان لإخواتنا الأقاركة علشان خاطب السودان دي تتم بناءها وتم إنشاءها وتساهم في التنية وتساهم في توريد الطاقة القرابقية عايزة أقول إن إحنا بس نتكلم على جوزء بسيط جدا هو السودان يعني إحنا ما تكلمناش مثلا على الدولة المصرية والساسمارات الكبيرة اللي بتقوم بيها في الدول في الدول الأفريقية ولا تتكلمنا على حجم التجارة البيانية ولا تتكلمنا على مسائل الدولة المصرية علشان يكون فيه تكامل اقتصادي بين دول القراء الأفريقية وإن قرارنا يكون من دماغنا مش من دماغ الخارج ولا تتكلمنا على دور شركة المقاولين العرب الزراع التناني المصري في إفريقيا اللي بيقدر عدد اتفاقاتها مع الدول الأفريقية بأكثر من 2 مليار دول تخيالوا معايا كل ده الدولة المصرية بتقوم بيه في إفريقيا يبقى زي الدولة المصرية اللي بتقوم بكل الإنجازات دي وبكل الدعم ده الدولة المصرية معترضة على الفرنية في إسيوبيا وهنا بقى نقدر نقول ليه الدولة المصرية عندها بعض الاعتراضات؟ كان عندها الاعتراضات على بناء السد في الماضي وعلى الملء السد الثاني كان الملء الأول اللي تم الإنتهاء منه أو الملء الثاني اللي إسيوبيا أعلنت انها هتبقى فيه مصر معترض على سد النهضة لأن سد النهضة مش الغرض منه توليد الطافة الكهربائية ولا الغرض منه التومية زي ما بيتم الكرويجي للأسد الغرض من السد ده شيء يعني شيء مؤسف جدا وهي الرهضة فيه حرمان الشعب المصري من أبسط حق حق الفقوقه وهو حقه في الحياة ما هي المية يعني حق في الحياة طيب ليه احنا بنقول ان الدولة الإسيوبيا مش غرضها من السد ده توليد الطاقة الكهربائية؟ برضو احنا بنقولش الكلام عاش وقي ده كلام بيدلة على يعني منطلقه من فكرة السد نفسه تخيالوا دولة إسيوبيا عاملة سد ده بالحجم ده من الدخامة وعاملة بحيرة عظيمة بتفزن أكبر من 74 مليار تعادل حصة نصر في مياه نهر النميل وحصة السودان وكفاءة السد 30% كفاءة السد العالي 60% يعني انت عامل سد كل الحجم ده عشان اصلا بتقول ان انا هدفي منه كهرباء طيب ازاي تعمل سد هدفت منه كهرباء وكفاءة السد بتاعك 30% لا ده كمان ان هم بعد ما عملوا الميل الاولاني معرفوش يولده كهرباء وكل القدراء قالوا ان حتى لما يكملوا الميل استيلي برضو مش هيعرفوش يولده كهرباء هنا لدينا نحط معلمات تعجب واخواتنا في إسيوبيا واخواتنا في إفراكيا لازم يسألوا نفسهم هنا ازاي انا كدولة إسيوبيا بقول ان انا بعمل سد علشان اولد كهرباء معامل سد كفاءة وضعيفة جدا مش قادرة انها تولد كهرباء طب كمان نقول حاجة ثانية الدولة المصرية عرضت على إسيوبيا انتو يا جماعة وضعي عايزين تعملوا استد وعايزين تتملوا استد الملء الثاني في وقت قصير طب تعالوا انا هوفر لكم 85% من الكهرباء في مقابل انكم تزاودوا فترة الملء شوية علشان فاطر ما دروش مصر ولا دروش السودان يبقى انتو عايزين كهرباء هوفر لكم الكهرباء لفترة مؤقتة تحدث لما الملء التاني يكتمل بدون اضرار بيئ مصر والسودان الدولة السودية رفضت بشكل كبير وبشكل متعنب جدا كل الحاجات دي بتدل ان سد النهضة مش لغرض منه تنمية ولا لغرض منه طاقة كهربائية ولو كان لغرض منه تنمية او طاقة كهربائية كان اول حد هياقه مع الدولة السودية في الانتهاء من السد ده هي الدولة المصرية كان شعب او طاقة عشان مش عايزة تقول عليكم عايدين نقول ان الدولة المصرية وبتتعامل مع فكرة الانهار المشتركة من منطلق التكامل التكامل اللي بيضمن ان يكون فيه تنمية داخل كل دول حول المين تكامل وليس صراع صراع للاسف بينتب عنه الاضرار بحق الشعوب زي ما الدولة السيوبية بترغب فيه وانه طبعا مش هيحصل وزي ما رئيسا فاتحتي قال اللي عايز يجرب يجرب اللي عايز يجرب ينتهج حق الشعب المصري في الحياة يقرب من المياه يجرب بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب بشكركم جدا جدا وانساء الله بإذن الله اشتكم حلقة جديدة من برمانة الأفريق